اشتركوا في القناة نستعين به جل وعلا ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا عباد الله أنصحكم ونفسي الآثمة بتقوى الله أحثكم وإياها على طاعته أحذركم وإياها وبال مخالفته ومعصيته أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء قبله ولا شيء معه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيذ ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ذلك بأنه جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صلي وسلم وبارك وضاعف وجدد ومجد على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعمن اتبعهم بإحسان وتمسك بالثقلين إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في المحكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الآية في سورة العنكبوت and the ayah is beautiful of course all the ayahs of the Quran are beautiful but this ayah has a unique perspective on things it's Allah says أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ isn't enough for them that we have revealed the book on you and the book is being recited on them isn't that enough for them that they have received a book that is revealed to you and is recited on them إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً in this and that recitation of the Quran إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً and in the revealing of the Quran لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ there is rahmah and there is a reminder for those who believe among the khasais of this ummah الأمة المحمدية على صاحبها وآل أفضل الصلاة وإزكا السلام among the khasais of this ummah and the greatest manqabah of this ummah of course is among the greatest manqabahs of the ummah is الكتاب العظيم كتاب الله القرآن الكريم and القرآن الكريم oftentimes we talk about the miracles of the prophets and we talk about the miracles of Isa and we talk about the miracles of Musa and the miracles of Ibrahim ونوح etc and oftentimes because people look at things from many different perspectives they don't see the greatest miracle of all and the lasting miracle of all which is the miracle of the book of Allah in itself and that's where the ayah comes أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ isn't enough for them أَنَّا أَنْزَلْنَا لَعْلَيْكَ الْكِتَابِ that we have revealed the book on you and is recited on them but who is reminded إِنَّا فِذَلِكَ لَا ذِكْرَى أَفْوَلْ إِنَّا فِذَلِكَ لَا رَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ القرآن الكريم تفصيل there is details in it for things Allah سبحانه وتعالى says in another time another ayah he says there is رحمة فيه شفاء there is شفاء فيه شفاء للناس also رحمة وشفاء mercy and cure purification more than that there is elevation of the maqam among the times that are special for القرآن الكريم is the month of Ramadan بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن notice the month of Ramadan that القرآن was revealed in سبحان الله look at the سيرة when we go back to the سيرة of النبي العظام صلى الله عليه وآله وسلم we see that in the سيرة رحمة صلى الله عليه وآله وسلم in the month of Ramadan every night of the month of Ramadan there was a حلقة of قرآن قرآنك حلقة special this قرآنك حلقة in the month of Ramadan was between الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم and his beloved جبريل صلى الله عليه وسلم every night there was a قرآن gathering between النبي صلى الله عليه وسلم and جبريل going over القرآن العظيم notice and that was continuous every single year until of course the year where the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم went to the next world and جبريل also did that twice the حلقة was doubled now something special about Ramadan and there is something special about the Qur'an and the connection of the Qur'an with Ramadan notice so that the most beloved to Allah سبحانه وتعالى dedicates his time every day on a private حلقة after the believers after being with the صحابة رضي الله عنهم after being taking care of the affairs of the mu'mineen after all these things him and جبريل on their own are reciting now القرآن العظيم not talking about the taraweeh and the qiyam and all these things this is extra on top of that so that النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم was doing وصال صيام الوصال so that he would not break his fast he would fast in Ramadan the day after the day without breaking his fast 2, 3, 4, 5 days الصحابة رضي الله عنه said يا رسول الله we will do the same thing he said no قالوا إنك تواصل but you do it he says الحديث الصحيحي أنا لستك هيئتكم I am not like you أبي عند ربي يطعمني ويصطيني I am not like you I stay at night with my lord he feeds me and he gives me drinks some people say this exaggeration حديث الصحيحي look it up in the صحيح see where the exaggeration is why should it be exaggeration when Allah talks about Maryam عليها السلام and he says وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاكَطْ عَلَيْكِ لُطَبَان جنية all you have to do is simply tap tap the palm tree next to you يا مريم الله تزال في القرآن just tap the palm tree and all of a sudden the dates and all these things will come on you not only that كلما دخل عليها زكريا المحرار وجد عندها رزقا every time زكريا enter the محرار when Maryam she's doing her ibadah she's doing her ibadah وجد عندها رزقا he found rizq he found food قال يا مريم أَنَّ لَكِ هَذَا where did he get this rizq from how come some things that are not available how come you're getting them and right here in the محرار قال تُوَى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ it is from Allah so if that is to Maryam عليها السلام then how about the most beloved and more honorable to Allah than Maryam عليها السلام محمدun رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه و سلم notice sometimes because we forget simple basic